اشتركوا في القناة تفصيل. طب بمعنى ايه? بمعنى مسلا احنا نسمح كتير اقول نول مسلا ان محمد جاب خمسة وتسعين بصوا بقى بتكتب ازاي خمسة وتسعين في المية. او اسمع انه اختي جابت في السنة العامة تمانية وتسعين شوفوا اشوها جامعة بتكتب ازاي? في المية. بنسمحك كتير اول موضوع ده. بلاشت درجات او بلاشت في مجالة دراسة. نيجي مسلا في مجالة تسوق. انت نزلت تشتري اي من نوع من انواع الملابس. وليقيت باترينا مكتوب عليك خصم يصل اللي تلاتين في المية. ايه الموضوع ده? خصم يصل الى كام تلاتين في المية? الموضوع ده هو ده النسبة المآوية. وتما قالت لك نسبة يبقى لها مقدم نسبة وتالي نسبة. او الحد الاول والحد التاني. طب تفتكر ان النسبة الماوية حدها الثاني هيساوي كام من اسمها? يبقى النسبة المآوية هيها نسبة. حدها التاني بيساوي ايه? بيساوي المائة. بالظبط كده. يبقى موضوعها mie �حا لقيتنا النهاردة بالتفصيل بقى هنتكلم عن النسبة المقوية تعريفها بمنطقة البساطة يا ابنائي النسبة المقوية هي النسبة حدها الثاني الولتالي النسبة بيساوي كام بيساوي مية وسجل التعريف ده عندك عشان لو جاي لك اكمل في الامتحان يبقى احنا كده هنزود على معلوماتنا بقى نجمع كل المعلومات اللي احنا خدنا احنا خدنا ايه احنا خدنا كسر اعتياجي او كسر عادي اهو كسر عادي وخدنا كسر عشري تمام ونهاردة باخد حاجة جديدة اسمها نسبة مقوية ندي امثلة ونشوف الكسر العادي الذي يتكون من بسط ومقام لو يكون نص الكسر العادي يتكون من بسط وايه ومقام البسط واحد والمقام اللي اتنين والشرطة اللي بينهم اسمها شرطة كسر الكسر العشري في علامة عشرية ولو يكون ستة من عشرة احو النسبة المقوية فيها علامة في المية زي سباحتاشر في المية يبقى العلامة في المية دي يبقى دي نسبة مقوية طب تتقرأ ازاي سباحتاشر في المية زي ما كنت مدي الامثال اللي فاتت خمسة وتسعين في المية او تمانية وتسعين في المية او تلاتين في المية السؤال اللي احنا هنوصل لحله دلوقتي هل يا مستر ينفع احول من كسر عادي الى نسبة مقوية يعني دوات هندي لك كسر عادي ينفع احولها نسبة مقوية يبقى فيها علامة في المية طب ينفع احول كسر العشري الى نسبة مقوية طب ينفع العكس كل ده هنشوفه ابنائي يا حبائي مع الامثلة والتمرين بصوا معايا بشانا اقول لك هنا ايه ده نص كسر ايه كسر عادي عشان بتكون بسط ومقام مشرطة كسر طب تيجي يلا نحوله الى نسبة مقوية ازاي خد بالك انا هشرح هنا على النص الكسر اللي عندي ولكن هزي الخطوات اي كسر عندك اعتيادي او عادي عايز تحوله الى نسبة مقوية خد الكسر اللي عندك انا اخد النص بقى اهو اعمل في ايه اضربه في مية اقسمه على مية او حطوهم في كسر وخليها كلها في مية في المية طب احنا جبنا الكلام ده منيه وحكاية مية وفي المية دي بصوا يا ابنائي هوانك دا مغيرتش في كسر في حاجة ازاي بقى دا انت ضارب وعمل علامة وكدى طب هي مية في المية يعني ايه مية في المية يعني مية المية طب مية المية بتساوي كم؟ بتساوي واحد صحيح يبقى انا خدت Omega قربته في واحد ايه? صحيح. طب النص في واحد سيبي كم? بنص ازان ايه كده ما غيرتش. انا جبت بقى عند الواحد الصحيح وخليته مية على مية. ركز معي بقى. انا خدت الواحد الصحيح ده خليته باستو مقام. مية في الباست ومية في المقام. وخدت المية بتاع المقام عملتها علامة ليه علامة النسبة للمقوية. ما عملتش يا حاجة من عندي. كله موجودة. يبقى خدت الكسر الاعتيادي اللي عندي. اي كسر يجيلك. اضربه في مية كل في المية. ليه يا مستر كده? عشان احولها من كسر عادي الى نسبة مقوية. يلا نضرب. سهلة جدا. اضرب الواحد في مية واقسم على الاتنين. هيساوي خمسين. شو بقى لكش ده بالعلامة دي. في المية. في طريقة تانية. بعض ابناء بيستخدموها. ولكن يعني هي مش غطي هي صح. بس بتلغبط شوية. هم جانا عاملين ازاي? ركز معي. احنا خدت فعنا خلاص. ياخد النص او الكسر اللي عندك. اضربه في مية. الكل في مية. دي طرق انا باشرح بيها. طب تعالوا بقى ويقول لك كزا. يقول يلا هناخد النص يشد شرطة كده. ياخد النص. اضربه في مية. وقال لك نقسم على مية. عشان لسا لك اه مية على المية فعل واحد في نص هي نص ما عملاش حاجة في المسألة. قال لك اتعامل مع البسط وما لكش دعوة بالمية بتاع المقام خالص. ما تجيش يمتها خالص. ما تضرب النص في مية هيدي لك خمسين. خمسين على المقام انا ملكش دعوة بي خالص. خمسين على مية هيحولها بقى تبقى الخمسين في المية. اللي احنا لسا جايبينها. طب يا مستر دي صح. طبعا دي صح وان صح. بس انهيل الجميلة انهيل اللي ما تلغبطناش. اللي هي اللي تحت ديت عشان تحت المقام انا كاتبها مية صريحة. ممكن انسى وادخلها في الاقتصار. ممكن ترجع تقول لي هنشيل صفرين مع صفرين. ممكن تقسم بعد كده على الاتنين وادخلك في سكة تانية خالصة. طب انا ممكن اتجنبها ازاي? اخلي علامة المية بدل ما هي مكتوبة كده اخليها علامة حساب المية. علامة حساب الايه? المية. تمام يا شباب زي دي كده. ما تلغبطناش. يبقى انا بدل عملت العلامة المية دي خلتها علامة في المية. طلع الناتج في الاخر. اللي هو النص كسرة عادي. اتحول بعد كده الى خمسين في المية. خمسين في المية تبقى نوحها ايه? لا مستر دفاع علامة في المية. دي يبقى نوحها نسبة مقوية. طب هالي زي الطريقة? تتبع مع اي كسر? مع اي كسر. مستر ركز معنا. انا بسأل حضرتك بقولك. مع اي كسر عشان اللي انت حضرتك جايب جنبه كسر عشر. اي طريقة. او اي كسر. عايز تحوله الى نسبة مقوية. القاعدة بتقول لك ايه? وسجلها عندك. اضرب في مية وحطهم دون كسين وعمل علامة في المية بتاعك. تحول لنسبة مقوية. بس كده وهو بس كده. طمت يلا ورينا الكسر العشري اللي هو مكتوب عندك قدامك على الشاشة اللي هي ستة من عشرة ينفع يتحول ازاي لنسبة مقوية او ستة من عشرة. انا مش لسه ايه لك. القاعدة واحدة? يعني ايه? يعني يلا افتح قوس. خد الستة من عشرة. اضربها في مية. الكل في المية. اهي. اسوأ كان كسر عادي او عشري. مفيش اي مشكلة بالنسبة لك. ممكن يكون عدد كسري او ممكن يكون عدد كسري. برفع الكسر واضرب. مفيش اي مشكلة. خالص. وهنشوف بالامثلة دلوقتي. ستة من عشرة. في مية. خدناها في الرابع اللي ابتداي. حرك العلامة هيديني ستين. دي بقى تنزل زي ما هي. طب تعالي اراها. اما كانت في السورة العشرية كان اسمها ايه او تطرع ايه? ستة من عشرة. اما حولتها الى نسبة مقوية بقت ستين في المية. ستين في الايه? ستين في المية. طب يا مستر انت قلتلي لو عدد عشري بقى وعدد كسري. عادي? عادي جدا. طب ازاي? ورينا كده. يبقى نخلي بس خلي بالك احنا وفين ريت فين? انا دلوقتي عرفت احول او عرفت اميز في الاول بين الكسر العادي والعشري والنسبة المقوية. عرفنا? اه عرفنا. ونفرن نراهم? اه عرفنا نراهم. المرحلة التانية عرفت احول من كسر عادي او كسر عشري الى نسبة مقوية. طب بس اعلم دك تبس في دي شوية. بصوا شباب معايا. انا هحاول دلوقتي ايه? انا هجب لك. بس مش قول ده نوع ايه بقى? انت اللي تقول يا الله سمعني. ها? خمسين او اتنين على الخمسة. نوع ايه في اللي انا لسه ايه لهم? تمام? واحد يقول لي اه بما اننا فيها بس طوما مشارطة الكسر يبقى كسر عادي. عايز احاوله يا مستر لكسر عشري? اقول لك لا لا انا مش عايز احاول كسر عشري. ده بتاعس انا صف الرابع. انا عايز احاوله لنسبة مقوية. موضوح حلقتنا نرضى في الصف السادسة اللي ابتدائي. خلاص المستر اقول ايه? خد الكسر الاعتياد اللي عندك. يلا نكتب باللون التاني. اضرب في مية. ايه الكل? علامة الكوسين كده. كل في المية عشان اللي اتنين في مية بيمتين. واقسم على الخامسة هيدينا جام ابنائي اربعين ها اقرأ في المية. يبقى الخمسين كسر اعتيا دي? اتحول الى نسبة موية? اربعين في المية. عملنا ايه? ضربناه في مية. الكل في المية. طب بس كده اللي هقولك ده بس كده ها واحد واربعمة عشرة. نوع ايه? واحد يقول لي كسر عشري. عشان في علامة عشرية. اقول له خلي اللي بقى لك. الكسر العشري زي المسال انا مده لك ما كانش يفيه صحيح. انما انت هنا قرأ كده واحد صحيح واربعة من عشرة. لأ. اللي فيه صحيح اسمه عدد عشري. اه كده اختلف. يعني بقى انت انت قلت لنا حاجة جميلة جدا في بداية حلقتنا. انت عايز تحول. الى نسبة مقوية خد الكسر العادية عندك او الكسر العشر اللي عندك اضربه في مية كل في المية. دلوقتي حرج جيب لي نوع تاني خالص بتقولها ليه? عدد عشري عشان في صحيح. القعدة واحدة. تخلي بالك. عدد كسري. كسر عادي. كسر عشري. عدد عشري القعدة واحدة خالص بتاخد لنا متدولك بتضربه في مية الكل في في المية. يعني عايز تقول لنا ان الواحد واربعة من عشرة عشان احولها الى نسبة مقوية هنضرب في مية. عادي جدا. الكل في الايه? الكل في المية. يلا نضرب ونضرب هيبقى مية واربعين في المية. كمان واحدة? كمان واحدة يلا. مين ايه قراء دي? تمام. مش خالص من عشرة يا ابنائي ده فيها العام بعد رقمين. خمسة من مية. طب نح ايه? كسر عشري. عايزين نحولها الى نسبة مقوية. يلا. هقول له في مية الكل في المية. يلا يا مستر يوسري بقى كده لبقى الموضوع سالي جدا يدينا خمسة في المية. يبقى احنا كده عرفنا. يعني ايه نسبة مقوية? هي نسبة لحد ده التاني سووا مية. واعرفت احول من كسر عادي او عدد كسري. او كسر عشري او عدد عشري الى نسبة مقوية. القعدة واحدة وفابته. اضرب في مية الكل في المية هيجي لي بقى للسؤال التاني. ينفع العكس? يعني ينفع العكس. يعني ينفع العكس? يعني ينفع احول من نسبة مقوية الى كسر عادي او كسر عشري. طب اطلق بطناش. تعاني اقسمها الاول. انا عايزة حول دلوقتي من نسبة مقاوية يعني دي لك علامة في المية الى كسر عادي. كسر عادي يعني في بسط ومقاو. المسال اللي كنت جابه في الاول كان لو كنت تفكرهم. سباحتاشر في المية. علامة في المية يبقى نوحها ايه نسبة مقاوية. حضرك عايزة تحولها الكسر عادي? قال لك سهل جدا يلا يقول بيتساوي. كسر عادي يا مستر يعني فيه شرط الكسر. اول لو فيها اختصار اختصارها. ما فيهاش خلاص سيبها زي ما هي كان. فعلا دي ما فيهاش اختصار. يبقى سباحتاشر في المية نسبة مقاوية اتحولت لكسر عادي خالص سباحتاشر على مية. طب ينفع حولها بقى الكسر عاشري سهل جدا. يلا جنبها جنبها. مش هيها سباحتاشر على مية قد السباحتاشر. والمقام مية افكرك بقى بقى وضوع المقام ده. قلنا عشان نحول اي كسر من كسر عادي الى كسر عاشري ده التحولات داخدنا في صف الرابع اللي ابتدأة برضو. الكسر العادي عشان يتحول الى كسر عاشري لازم تخلي المقام لامة عشرة لامة مية لامة الف لامة مضاعفاتها مية الفة وعشر تلاف او مليون. طب ليه? قال لك عشان لو انت عندك كسر عادي. المقام بتاع عشرة بتكتب زي ما هو وتحط علامة بعد رقم واحد بتعدي من يمين. المقام لو عشرة هتحط علامتك بعد رقم واحد ونعدي من يمين. طب لو المقام مية هتكتب بالباست زي ما هو وهتجيب علامة عشرية هتحطاه بعد رقمين. وبرضو نعدي من يمين. طب لو المقام الف. يبقى العلامة العشرية بتاعتك هتب Truck awards ثلاث ارخاب بعد التلات ايه ارخاب يبقى انا عملت ايه? انا كتبت الباست زي ما هو هوا 17 والمقام مية. اذا العلامة هتجيء لي بعد رقمين. عدي يلا رقمين وحط العلامة واحد اتنين وادي العلامة العشري بتاعك. السفر اللي انا بحطه على شميع العلامة ده معناه ان ما فيش صحية. معناه اللي قدامك ده كسر عشري. يتقرى ازاي? سباحتاشر من مية. طب نقرأ الله? سباحتاشر في المية نسبة معوية. سباحتاشر على مية كسر عادي. سباحتاشر من مية كسر عشري. انا بأكد على حاجة. الاختصار يعني انت ما تكتبليش البسط والمقام وتقول لي خلاص خلص المسألة. طب نجيب واحدة في اختصار. عشرين في المية. نسبة معوية. المستر عايز احاولها لايه? لكسر عادي. ماشي يا مستر سهلة جدا. اقول له شد شرطة. وقول له عشرين على مية. العشرين دي. والمية على مية في المية. قسم على عشرة هيدي لك اتنين على عشرة. وبعدين اسم على الاتنين يدي لك واحد على خمسة. انا لو هتزعج نسم على طول على العشرين. انا سهلة زي الفل يبقى واحد على خمسة. العشرين في المية اختصرت لابسط صورة او بعد ما حولناها الى كسر عادي واحد على خمسة. بسط واحد والمقام خمسة. طب يا مستر بقى لو عايزين نحولها الى كسر عشري. ما تروحش بقى لخطوة الاقتصار. هات الخطوة اللي قبلها. اللي كان المقام بتاعك مية. ما احنا اتفاهنا اتفاهة. قلنا المقام يا شباب. عشان احول من كسر عادي. لكسر عشري. مش لسأل الكلام ده. لازم ان يكون المقام عشرة او مية او الف او مضاعفاتها. طب يا ده. طب المقام لو خمسة مسلا. مش عشرة. كنا احنا بنخليه ده الكلام ده في صف الرابع لفداية. كنا بنخلي الخمسة ده عشرة. بضرب البصل المقام في اللي اتنين. وبعدين بتحط عليها بعد رقم واحد. انما انت بتاخد من هنا عشان تحول الى كسر عشري بتبتدي من هنا بقى. يعني ملكش ضعب الخمس اللي انت جيبتو. لأ. عشرين على مية هتبقى عشرين. وعلم بعد كم رقم? بعد رقمين? اللي هي عشرين من مية او اتنين من عشرة هي هي. بعد ما عرفنا. الكسر العادي. والكسر العشري. والنسبة المقوية. وازاي بيتم تحولهم من من كسر عادي او عشري الى نسبة المقوية او العكس. بنشوف حاجة كنا. النسبة المقوية. قالك بتجمع وبتطرح عادي خالص. بمعنى ايه? بمعنى قلتلك كده عشرة في المية زائد خمسة في المية. هتساوي ايه? قال له اجمع. عشرة زائد خمسة خمستاشر. واقوع تنسى العلامة بتاعك علامة في المية. طب بتطرح يا مستر? ايو بتطرح. تمانين في المية ناقص خمسين في المية. يبقى تمانين ناقص خمسين كام? تلاتين. ويا ده علامة في المية. شوف بقى اللي جاية دي. واحد ناقص عشرين في المية. اه لأ. خلي بالك. عشان تجمع وتطرح لازم كل الحدود اللي عندك او جميع الاطراف نسبة مقوية. يعني ما ينفعش تجيب واحد ده واحد صحيح. هتقول لي واحد ناقص عشرين. مش هينفع بقى. وتقول لي بقى ده سالي بموجب. لا 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 مش كده خالص. يبقى احنا هنا واحد ناقص عشرين ده الواحد ده عدد صحيح. والعشرين في المية ده نسبة مقوية يبقى انا ما ينفعش. هتحول الواحد الى نسبة مقوية. تفتكر الواحد ده انا قلتها في بدات حلقتي. كم في المية? تمام? مية في المية. يبقى اول ما يجي لك واحد احباي اشطب عليه وخليه مية في المية. طيب مات يال مية في المية ناقص عشرين في المية. ايه واحد تنسى علامة في المية? يعني كتنقول لك تمانين. خلصنا. لأ تمانين في المية. عشان انت يشغال في نسبة مقوية. الموضوع سهل جدا. ولكن تعالوا برضو نشوف افكار جديدة. افرد قال لك اكمل. عشرين في المية. من تلتمية. تسوي كان. يعني عايز اعرف بقى. العشرين في المية دولة يطلعت ديه من التلتمية. هي عشرين في المية يعني كل مية فيها عشرين. عليها عشرين. قال لك سهل جدا. مش دي عشرين في المية? ايه يا مستر? خليها عشرين على مية. ما عملتش حاجة? حولتها الكسر ايه? عادي. واضربها في تلتمية. ايه رأيكم? تمام? خلاص بقى اضرب العشرين في التلتمية واسم على مية. او زي اسم على مية شيل السفرين دولار مع السفرون دولار. واضرب البسط في البسط يدينا ستين. مش في المية ستين. بس يعني مسلا دي لو تلتمية جنيه. الى عشرين في المية منهم كم? اقول له ستين ايه? ستين جنيها. ستين جنيها. طب كمان واحدة. كمان واحدة. تلاتين في المية من كم? نقاط معرفش اهو. بتسوي خمسين. يلا نشوف يبقى تلاتين. مش هنا بقى المفروض تلاتين على مية. في كم? بيسوي خمسين. صح? انا ما عرفهاش. قالك بتشقلب دي. بتقسم دي. يعني هتخلها مية. على تلاتين في خمسين. خلها مية وخمسين. هنشديني رقم صحيح. مية وخمسين عم. هنشل السفر مع السفر. وهنقسم على التلاتة فالواحدة. التلاتة فالخمسة. يبقى مية على التلاتين. في مية وخمسين. هي يديني خمسمية. يبقى التلاتين في المية. من الخمسمية هيدوني مية وخمسين. فعلا هي تلاتين في المية يعني كل مية على تلاتين. طب انت عندك خمسميات والمية بتلاتين. التلاتة في خمسة بمية وخمسين. قد بالك من النوع ده. يبقى انت عايز لو عايز الرقم اللي بعد يسوي بتاخد اللي خل المية في المقام وتضرب بعده خالص. طب اللي انت لو عايز الرقم الاكبر اللي بعد من او قابل يسوي. لا بتشقلبها. بدل مية تلاتين على المية خلاها مية فوق كاننا بنقسامها يعني يبقى المية فوق والرقب متين تحت وبرضو نضربها عشان يدين القيمة اللي عندك طيب يا مستر هل في مسائل بتستخدم فيها النسبة المقوية ايوة في مسائل بتستخدم فيها النسبة المقوية زي المسألة اللي انا اجازها لك دلوقتي اذا كانت النسبة المقوية لعدد البنات باحد الفصول الدراسية المشتركة سبعة وستين في المية مياش يا مستر سبعة وستين في الايه في المية فاوجد النسبة المقوية لعدد البنين بهذا الفصل اوجد النسبة المقوية لعدد البنين بهذا الفصل سهلة جدا بصوا معايا هو المفروض عدد البنين والبنات كلهم مية في المية مياش انا مجدلك عدد البنات سبعة وستين في المية عايز عدد البنين هنطرح اقول له عدد البنين بيساوي مية في المية. الواحدة الصحية. ناقص سبعة وستين في في المية. مية في المية ناقص سبعة وستين في المية هيدينا النسبة للمواطعة الكام. تلاتة والتلاتين في المية. طب نتأكد بقى كده? قلنا الرياضيات تمتز إن فيها خطوص با تتكرد من الحل. ا�� انت المفروض ما تجمع نسبة الموالية للبنين زياد النسبة للموالي للبنات يطلع على 100%. طب يلا نجمع يلا. النسبة للموية للبنات 67% زائد البنين تجبتها كام? 33% وبأكد اوgere تنسى نسبة معوية طول من تجرال في النسبة الموية او حساب المئر. 67% زائد 33% هيدينا كام احباقي 100%. يبقى انت حالك صح? تعالوا بقى اللخص الحلقة كده. موضوع حلقتنا النهاردة كان من حساب المئة. حساب المئة النسبة المئوية هي نسبة حداف ثاني ساوى مئة وينفع حول من كسر عادي او كسر عشري الى نسبة مئوية قلنا بنضرب في مئة وبينكو سين على مئة في المئة. ابناء يا حبائي طلبة صف السادس باوصل معاكم بناء حلقة النهاردة اللي كانت بعنوان حساب المئة انتظروا الاسبوع الجاي وبنوه اني بعد الفاصل عن دينر يهندسة الصف الاول الاعدادي ابناء يا حبائي انت